موسيقى 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 اكبر مشكلة بتواجهنا في اللعبة دي اكبر مشكلة بعد الجواهر طبعا ان احنا في بعض البطاقات مش عارفين ترجمتها ايه مش عارفين معناها ايه مش عارفين بتتكلم في ايه كلام كتير كده فانا جبتلكوا طريقة سهلة وبسيطة هي مش اجمد طريقة في الدنيا ومش اقوى طريقة زحليقة ومش جمدها بفتيكة بس هي عانيه طريقة سهلة وبسيطة تقدر انت تترجم الورق الكلامي المكتوب على البطاقة تمام من غير ما تقنق يعني ان انت مش هتعرف تاخد الورق ده يعني الكتابة المكتوبة على البطاقة ده انت مش هتعرف تخدها كوبي مش هتعرف تكتبها حاليك مlesia انت تكتبها في ترجمة لا في طريقة جبتها لكم سهلة وبساطة جدا تقدر من خلالك ترجم الكلام المكتوب على الورقة ترجمة فورية على طول بس ده هتطلب منك تليفون جنب التليفون اللي انت بتلعب بي يعني لو انت بتلعب بتليفون هتحتاج تليفون كمان ولو انت بتلعب على الكمبيوتر هتحتاج تليفون برضو جنب الكمبيوتر اذا انت في كل الاحوال يعني ما انتش محتاج غير تليفون بس جنب التليفون اللي انت بتلعب بي عايز برضه اوضح لكم حاجة مهمة قوي قبل ما اقولوا الطريقة عايز اقول يا جماعة ان الترجمة بتبقى صعبة شوية بعض الكلمات بتحمل معنيين او اكتر من معنى على حسب الموقف وعلى حسب الجملة فالموضوع ده محتاج من النكينة انك تنتبه له يعني مثلا على سبيل المثال عندك كلمة تراب كلمة تراب في اللعبة هنا معناها فخ ورقة فخ ورقة تراب لها ورقة الفخ هو ممكن لما يترجمها لك يقوم مثلا لترجمة بدل ما يقول فخ يقول لك مصيادة بس الاتنين نفس المعنى اللي انا عايز اقوله لك بقى ان انت لازم تكون مدرك هذه الاشياء انك تبقى عارف ان المصيادة اللي هي الفخ اه مش قل لك يا عمه اي عم الترجمة ديت فانت متجيش مسلا تقول يا عمه ده راجل ايه الترجمة اللي هو عمل هانا ديت جاي بابص بترجم كلمة تراب بقول علها مصيادة ايه مصيادة ايه الترجمة دي لا هي الترجمة بتبقى كده يعني دايما الكلمة بتحمل اكثر من معنى تعالة مسلا خش على جوجل TRANSLATE مثلا وكتب كلمة كلمة وحش من نوع هتلاقي الترجمة هي تجربة كتير هتلاقي مثلا بالترجمة باكتر من معنى هتلاقي مثلا مدمن قبيح شيطان مهووس بارع اه هتلاقي من التجربة اكتر من معنى كلمة كده نخش في الموضوع على طول بص يا سيدي انا دلوقتي فتح اللعبة هوت من على الكمبيوتر ومعي تليفون اضافي تمام يا شباب هنضغط على الايكونة بتاعة جوجل تمام نفتح جوجل هتلاقي هنا علامة البحث هنا بقول لك اسك انيثنج في هنا علامة المايك وفي علامة الكاميرا هنضغط على علامة الكاميرا الصغيرة دي هنضغط عليها لها الملونة دي تمام هيفتح لك الكاميرا بشكل طبيعي الكاميرا دي يعني او التطبيق ده دي مش الكاميرا بتاعت التليفون يعني فيها بعض الوظائف والخصائص اللي بتقدمها لك جوجل تمام كده غير الكاميرا بتاعت التليفون بتاعك فلما فيجيش حد لك مثلا ايه اما افتح الكاميرا فتيجي تفتح الكاميرا ما تلاقيش حاجة لا دي كاميرا جوجل يعني التطبيق بتاع الكاميرا الخاص بجوجل فلازم تدخل على الكاميرا دي من خلال جوجل زي ما انا قلت لك تفتح جوجل بقعد نضغط على الكاميرا ملاوينة دي وبعد كده بتفتح لك الكاميرا شوف معيها حياتي زي ما انت شايف كده تحت خالص فيه كلمات كتيرة هاي فيه عندك سيرش وفيه جنبها هومورك وفيه جنبها شوبينج وفيه برضه تيكست وفيه فيه كزا اختيار كل اختيار من دبيو قال ليه ميزة ليه وظيفة ليه مهمة معينة تقدر تساعدك احنا هنختار ترانسليت اول واحدة عالشمال هو مكتوب تحت هو ترانسليت هنضغط على ترانسليت حلو قوي عندك هنا فوق يا باشا تظهر لك ايه انجلش وعربي الترجمة من الانجليزية للعربية لو عندك مثل اخبطة او معكوسة او كده انت عديلها يعني اضغطها على انجلش خلاها عربي خلاها انجلش وكده يعني زبطها انت خلاها من انجلش لعربي وبعد كده يا باشا هتدخل على اي بطاقة تدخل على اي بطاقة زي مثلا نحن ندور مع بعضها على كارت وليكن مثلا كارما كات كل اللي انت هتعمله ان انت هتبسك التليفون وانت بشغل الكاميرا وتروح باصس باصس على الورقة من خلال الكاميرا بتاعك التليفون كده تعمل كده وتبص على التليفون بتاعك على شاشة بتاعك بالمنظر ده بتلاقي الترجمة ظهرت الترجمة بتظهر لايف ده لايف ترانسليت بيظهر على شاشة التليفون او مشوف عندك مكتوب ايه؟ بقول لك تجاهل بطاقة واحدة ثم استهدف وحشا واحدا مكشوفا يتحكم خصمك ابعاد هذا الهدف وابعاد جميع البطاقات التي تحمل نفس اسم ذلك الوحش من مقبرة خصمك الترجمة حلوة مش وحش لو جيت تركز بس شوية كمان اهي يعني زبطت زبط الكاميرا بس كده وسستمها وسبت ايدك كويس تظهر الترجمة لايف هقفلكوا الصورة عشان ايدي ما تتهزش تمام اهو مكتوب ايه؟ الترجمة اللي مكتوبة على البطاقة زي اللي مكتوبة تحت عندك بقول لك ايه؟ كرما قص يعني لها كرما كط يعني تمام هو كلمة كط ترجمة قص هي فعلا كط يعني قص فهو ترجمة كرما قص فانت يعني ما تتلكيكش وتعفله على الوحدة انت عارف ان هي كرما كط فهو ترجمة لك كرما قص فكتر خيره يعني ما تزعلش نفسك يعني تمام؟ هنا دي ورقة تراب فهنا ترجمها لك ايه؟ فخ تراب ترجمها لك فخ ممكن في اوراق تنا تلاقي كتب مثلا ايه؟ مصيضة فانت ما تزعلش برضو يعني هو الراجل على حسب موضع الكلمة في الجملة شكلها عامل ازاي وبتدل على ايه بيترجم كده يقول لك مثلا فخ مصيضة على حسب بقى هو يعني بيترجمها ازاي المهم احنا عايزين المضمون نحاول نفهم البطاقة يعني قصه بايه بقول لك تجاهل بطاقة واحدة ايه فعلا كرمكت بنرمي ورقة من ايدينا ثم استهدف وحشا احنا فعلا بلا استهدف وحشا واحدا مزبوط مكشوفا مزبوط يتحكم به خصمك مزبوط بس هو هنا مش كاتب يتحكم به خصمك كاتب يتحكم خصمك خلص هو هنا كاتب واحدا مكشوفا يتحكم خصمك يبقى بطاق خصمك ونعمل لك فصلة كده بقول لك يا باشا ابعد هزا الهدف ابعد هزا الهدف يعني عمله تلعوا بره الملعب ثم ابعد جميع البطاقات التي تحمل نفس اسم ذلك الوحش من المقبرة كاتب اوه من مقبرة خصمك ترجمة عظمة ترجمة عظمة حتى فوق برضو كاتب اوه برضو ترجمة البطاقات ذات الصلة وكيفية الحصول على نفس الترجمة ترجمة احترافية حلوة جدا جدا اوه قربت الكاميرا بالزبط قربت الكاميرا بالزبط من البطاقة من بطاقة كارما كات وثبتت كده الكاميرا ايه دك بس ما تتهزش ثبت اوقف بس ايوة كده بقولك ايه اهو ترجمة الكلام اللي عصورة اوه خلانا شوف ورقة تانية مثلا ماشي اه ورقة مثلا فينا ورقة هنا اسمها اسمها ورقة اسمها هنا برضو لما حطت عليها الكاميرا هوقف برضو بقولك ايه دوامة البرق هي ترجمتها كيه دوامة البرق حلوة يا باشا بقولك ايه بقولك تجاهل بطاقة واحدة احنا فعلا بينين مورقة من ايدينا دمر كل دمر كل الوحوش المكشوفة التي يتحكم بها خصمك مية مية باشا مية مية ترجمة حلوة جدا تجاهل بطاقة واحدة دمر كل الوحوش المكشوفة التي تتحكم بها خصمك دوامة البرق بص هنا مفوضة ايه كاتب ايه? بص بص عشان تشوفها عشان تشوفها انا قصد ايه? عشان تفهم انا قصد ايه? بيقولك انا كنت قلت لكم الاول الحلقة ان الترجمة تلاقي فيها ايه شوية مشاكل كده. الورقة دي ورقة ايه? ورقة سبيل. ورقة سبيل يعني ايه? يعني تعويزة. ورقة سبيل يعني تعويزة. هو انا مترجمها ايه? يا تهجأ. يا تهجأ. مش 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 فيه كلمة اللي هو ايه يلا سبيل الكلمة دي سبيل الكلمة يعني تهجاها هو انهم ترجمها يتهجى. طبعا هو مش غلطان هو 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 ما يعرفش ان دي لعبة وان دي ورقة سحر وان اسمها تعويزة هو ما يعرفش. فهو الترجمها على ايه? على حسب موضعها. الواحدها كده معناها تتنط تنفع تترجم يتهجى. انه تتهجى كلمة او تتهجاها تعويزة. فاي بنفس تحمل نفس المعنى. انت كده راجل فاهم وعارف اه يعني احنا لو قلنا البرنامج ده هي ترجم مثلا بنسبة 80% العشرين في المية التانيين حسب خبرتك انت. حسب ادراكك انت لمعرفة الوحوش والاوراق لان اللعبة دي يعني بحراء كبير واوراقها كتيرة ومسميتها كتيرة فالموضوع بيعتمد على وعيك انت وعلمك انت. في معانا برضو الورقة دي اه برضو هوقف عشان ايه دي بتقش اعمالة تتهز بيقول لك ايه يا باشا? اقصى درجات العناية الالهية. يعني ترجمتها كده. اقصى درجات العناية الالهية. حلو اه ايه. هنا هو مترجم كلمة مترجمها فخ. تعال ابص بقى كده على الترجمة بتاعت الورقة بقول لك عند تنشيط بطاقة التعويزة المصيادة او التأثير الوحشي. اهو كلمة التعويزة اللي هي ايه? فهو ترجمها تعويزة. تمام? وعندك المصيادة. ايه المصيادة دي? اللي هو التراب. مصيادة يعني تراب. هو هنا ترجمها بدل ما قول فخ ترجمها مصيادة. فانت ما يعني خليك كول يعني. عند تنشيط بطاقة التعويزة المصيادة او التأثير الوحشي لو حد فعل تلت اوراق من دول اي واحدة من دول تجاهل نفس نوع البطاقة. يعني واحد مثلا شغل ورقة تراب. انت برضو ترمي من ايدك ورقة تراب. تجاهل نفس نوع البطاقة الوحش او التعويزة او المصيادة. الغاء التنشيط. واذا فعلت ذلك جمر تلك البطاقة. هي دي الترجمة فعلا. الورقة دي لو واحد معها سبيل او تراب او وحش. واشتغل حاجة منهم اشتغلت. اللي اشتغل ايه سبيل ترمي من ايدك ورقة سبيل. اللي اشتغل ايه تراب ارمي من ايدك ورقة تراب. اللي اشتغل ايه اه اه بتاع ده اه اه بتاع وحش. ارمي من ايدك وحش. بقول لك اذا فعل التنشيط هنا بقول لك ايه? واذا فعلت ظلك دام بارطünde Austinления الفافية يا. دي فعلا من الترجمة بتاعت. ايه دك بقى تكون سبتة? ما تتهزش? ايه دك ما تتحركش? علشان خطر ايه? الترجمة تطلع مزبوطة. هو ده اللي انت محتاجه. ايه تاني بقى عندك? عايزين بقى نشوف ورقة صعبة شوية يكون فيها تفاصيل شوية. ورقة يكون فيها بعض التفاصيل. انا ليه? اه يعني اخترت ورق اكون انا عارفه. عشان اعرف الترجمة دي هي فعلا اه ده اللي الورق بيعملو? يعني انا مسلا جبت كارما كات مسلا. انا تم ترجمة عشان نشوف هل الترجمة دي فعلا صح? ولا بيترجم غلط? فلازم اختار ورقة اكون عارفة. تمام? تمام. عشان بعد كده ده يعلمني ان انا اصق في الترجمة دي بعد كده. عايزين نختار ورقة اصعب شوية? بص يا باشا. تعال نشوف مسلا وايت ستون. وايت ستون ورقة كبيرة ومليانة كلام كتير. اه هنا بيقول لك ايه? الحجر الابيض للقدماء. ترجمته. واحد ضوء. هو لايتنج ورقة لايتنج. وليفل ون. تمام? اه ببص بقى الكلام بقول لك ايه تنين? من نوع تنين دراجون. وموالف. يعني ايه موالف? موالف ده يعني تونر. الورق التونر بيبقى معناه ورق اه توليفة. يتولف يعني. هو فعلا الوايت ستون بيتولف مع وحش عشان اديك وحش ايه? سينكرو. فالتونر يعني موالف. ورق توليفة. وتأثير يعني هي الورقة الوايت ستون لا افكت. تمام. يبقى دي ترجمة دراجون تونر افكت. تنين موالف تأثير. اه الترجمة بقى بتاعت الورقة مرة واحدة في كل دور. تمام? يبقى مرة كل دور. هعمل ايه بقى? خلال مرحلة النهاية. يعني في اخر الدور. ازا كانت هزيل البطاقة في المجبرة? لانه تم ارسالها هناك عشان انت بعتها هناك. سواء انت بقى بعتها هناك بايدك. بعدتها منها تدمرت فراحت. بعدتها بقى ايه طريقة. هي تم ارسالها هناك. يمكنك استدعاء وحش العيون الزرقاء. طبعا هيه حزر فزر. مين العيون الزرقاء? بلو ايز. تمام. من سطح السفينة الخاص بك. كلمة ديك كلمة ديك. معناها مجموعة اوراق وهو هنا ترجمة سفينة. فهي فعلا كده هي الترجمة بتحمل اكتر من معنى. لو انت خدت كلمة ديك وحطتها في جوجل وقلت له ترجمة هاليا يتلقى لك ليه يا شوق بص يعني زربح كلام بنفس نفس الكلمة بكذا معنى مختلف. فانت يعني ايه خده على قد عقله من سطح السفينة الخاص بك. لو من سطح ايه المجموعة الورق. يمكنك ترضى هذه البطاقة من مكبرتك. ثم استهداف وحش العيون الزرقاء اللي هو البلو ايز في مقبرتك. الى يدك. يعني تقدر تاخده من المقبرة ليدك. يمكنك فقط استخدام تأسير الحجر الابيض للقدماء مرة واحدة في كل دور. الرجل كف هو وفك الترخيره. يعني شرح البطاقة وترجمة. هلك ترجمة عظمة. يا باشا في كل مرة واحدة في كل دور. نفس الترجمة مرة واحدة في كل دور. خلال مرحلة النهاية اللي هو نهاية الدور. لو البطاقة دي مرميه في المقبرة بايي طريقة لان هو تم رسالها هناك. يمكنك استدعاء بلو ايز من سطح الايه الورق بتاعك الخاص بيك. يمكنك تردها دي بقى تاني. يمكنك تردها هذه البطاقة من المقبرة تعملها ثم تجيب واحدة بلو ايز ترجعها ايدك تاني. مرة واحدة في كل دور. ترجمة حلوة جدا جدا. حقيقي والله. نشوف ورقة تانية. ماشي نشوف ورقة تانية. اه فينا عندنا ورقة اسمها اه كاتشي كوتشي دراجون. كاتشي كوتشي دراجون. مالو يا باشا. ده يا باشا. الورقة ديت اه بيقولك ايه. ورقة اكس واي زد. اه الترجمة بتاعتها كاتشي كوتشي دراجون نفس الحاجة. ليفل اربعة. الارض ايرس. الارض. تمام. ايه نوعه? تنين. واكس واي زد. هو ما ترجمش اكس واي زد. وتأثير يا المستوى الرابع. بقولك ايه? مرة واحدة في كل دور عندما تدمر هزي البطاقة وحش الخصم في المعركة وترسله الى المقبرة يعني الكاتشي كوتشي دوت لو هجم على وحش. هو ده المقبرة ايه اللي يحصل? يمكنك فصل مادة اكس واي زد. يعني تشيل ورقة اكس واي زد تفصلها عن اه عن الوحش. تمام? واحدة من هزي البطاقة يمكنه ان يقوم بهجوم ثاني على التوالي. حتى الترجمة مكتوبة فوق اهي? في ترجمة البطاقة ذات نفسها. مرة واحدة في كل دور عندما تدمر هزي البطاقة وحش الخاص في المعركة وترسله الى المقبرة. يمكنك فصل مادة اكس واي زد من هزي البطاقة يمكنها القيام بهجمة ثانية على التوالي. ده كاتشي كوتشي دراجون. ترجمة حلوة جدا. ترجمة حلوة جدا. ترجمة مزبوطة. الترجمة دي مزبوطة يا اخوانا. مش ترجمة اه اي كلام. اي اي كلام في اي كلام. لا ترجمة مزبوطة. دي الوحش دي بتعمل الكلام ده فعلا. الوحش دي بتعمل الكلام ده فعلا. هتواجه مشكلة بقى في حاجة واحدة بس. في حاجة واحدة بس اللي هتواجه فيها مشكلة. ايه? بعض الاوراق اللي فيها تفاصيل كتير وفيها كلام كتير محتاج الترجم. تلاقي ان بعض الكلمات ترجمتها يعني تلاقي الموضوع صعب شوية في ايه? ان مثلا ايه? احنا لما كنا بنترجم الورقة تحت الويتستون كان بيقول لك يمكنك استدعاء العيون الزرقاء. انت عارف ان العيون الزرقاء ده اللي هو البلو ايز. انت ممكن بقى تلاقي بعض الاوراق التانية في الترجمة بتاعتها هتلاقي فيها مشكلة لو الترجمة دي فيها اسامي. اسامي وحوش. يقول لك مسلا اه ورقة مسلا تقدر تستطيع بها اللي هو مثلا. فحتلاقي الترجمة ايه? العيون الحمراء. يمكنك استدعاء العيون الحمراء. فانت لو قلت مثلا ايه? لو انت مش عارف ان هو يقصد العيون الحمراء ان هو انت كده مش هتبقى فاهم. يعني هنا بقى المشكلة ان بعض اسامي البطاقات هتلاقيها محتوطة جوه الورقة. الريد ايز بلای دراجون ده نعارفه. طب افرد بقى قال لك اسمي تاني انت ما انتاش عارفه. هنا بقى المشكلة. انتتلاقي بعد أسامي الوحوش مترجمة فأنت مانتاش عارفها بعد ما ترجمة أنت كنت عارفه قبل الترجمة بعد ما ترجم بالعرض بقيت متعرفوش مين Hope or what? إيه الاسم ده? إيه الوحش ده? إيه أعمل كده ده? فتلاقي نفسك تهت شوية فأغلب المشاكل اللي هتواجهك في الترجمة دي أنك مانتاش عارف بعد أسامي الوحوش بعد ما ترجمة دي مشكلة هتواجهك أعتقد يعني دي المشكلة الوحيدة هتقابلك في 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 اغلب الاوراق اللي بتكون كتبة اسامي الوحوش يقول لك انت لو جبت ده ان تقدر تسدع الوحش الفلاني وبكل اسم ترجمته بقى اتلخبطك ترجمة اسم الوحش لان طبعا اغلبية الاسامي هي اللي هيبقى ايه فهم مشكلة انما التفاصيل اللي هو لما تلعب الورقة دي لما تروح المقبرة لما ترجعها المقبرة ده كله ترجمة مية مية ما فيش فهم مشكلة خالص لكن زي ما انا قلت في بداية الحلقة ان ده لو ترجمة صحة بنسبة 80% الى 20% التانيين بيعتمدوا على خبرتك انتا في اللعبة هو ده اللي هيساعدك انك تفهم الترجمة لو جبنا واحد مايفهمش اي حاجة في اللعبة خالص وخلناها يرى الترجمة مش هيفهم اي حاجة من الكلام ده بس عشان احنا عارفين هو التوليفة والتونر ومش عارفوا التأثير عشان احنا فهمين الكلام ده يعني ايه بنقدر احنا ايه نفهم الترجمة كمان بتاعت الورق احيانا بتبقى ماشي ازاي تمام شوات ده كان كل اللي عنده النهاردة بخصوص موضوع الترجمة انا عارف ان بعض ان في ناس كتير عارفة ان في ترجمة جوجل لايف بالكاميرا بس انا يعني ايه قلت يمكن في ناس تكون ما تعرفش الموضوع دوت او غايب عنها او كده فقلت يعني ان انا ايه يعني انبه الناس ان في ترجمة لايف موجودة في جوجل بالطريقة اللي انا قلتلكم عليها واتمنى انها تفيد بعض الناس اتمنى تكونوا استفدتوا منها لو الحلقة عجبتك بقى اللايك الشير الكومنت سبسكرايب فعل الجرس وتستنى الحلقة اللي جاية سلام اشتركوا في القناة